مسألة واحد بوينت ثلاثة فاينت ذات تشارج كيو اف تيب عايز يجيب كيو اف تي لكل واحدة من الكارنت هم يديك الكارنت كفنكشن في الطايم وعايزك تحسب منها الكيو اف تي طيب نرجع كده للقوانين اللي احنا ملخص هنا القانون بيقول ان الكيو بتساوي حاصل درب ال i في التي ولو اديك ال i كفنكشن في التيب هتستخدم القانون ده هتستخدم تكامل i d t زائد كيو اف زيرو وكيو اف زيرو هي ال initial condition اول شو احنا عند time بيساوي زيرو نحن هنستخدم القانون ده طيب بنكتب كده القانون ده بنا عندي الكيو اللي احنا عايزين نحسبها كيو اف تي هتساوي تكامل من تينو تينو دين هتبقى السفر ل t ل i d t زائد كيو اف زيرو طمام ده كده القانون هنطبق على كل واحدة من الفانكشنز دي نبدأ برقم اي طيب رقم اي هو مديني ان بتساوي تلاتة امبير والكيو اف زيرو بتساوي طبق القانون يبقى بتساوي تكامل من سفر ل t ل i of t اللي هي التلاتة زائد كيو اف زيرو وكيو اف زيرو بواحد يعني بتساوي طبعا تكامل السابت بتلاتة t يبقى ده هيبقى تلاتة t بحدوث التكامل من سفر ل t زائد الواحد مرة هنعوض عن t ب t ومرة هنعوض عنه ب سفر يبقى تلاتة t نقص سفر زائد واحد يبقى كيو اف تي هتبقى بواحد طبعا الواحدة هتبقى ايه هتبقى بالكلم تمام؟ ايه رقم ايه؟ رقم بيه اه برضو هنكامل يبقى كيو اف تي هتساوي تكامل من سفر ل t ليه ال i of t اللي هي هو هنا بديها ليه بكام؟ اتنين زائد خمسة منساش ان هي بالميلي امبير زائد كيو اف زيرو وكيو اف زيرو بكام بزيرو يبقى زائد زيرو مشان نكتبه طبعا هنا ده التكامل هيبقى ايه؟ يبقى التكامل هيبقى تكامل t بتي تربيع على الاتنين يبقى t تربيع على الاتنين طبعا الاتنين هتطر مع الاتنين زائد التكامل الخمسة بخمسة t وحدود التكامل من سفر ل t يعني بتساوي t تربيع زائد خمسة t من t هنعوض مرة بال t هتبقى t تربيع زائد خمسة t وهنعوض مرة بالسفر هتبقى سفر فده هيساوي تي تربيع زائد خمسة تي يبقى كيو اوف تي تساوي تي تربيع زائد خمسة تي تمام ده كده اجابت رقم اي طبعا ما ننساش ان الوحدة بايه بالملي كولوم طيب رقم سي رقم سي آآ مدين الفانكشن كيو آآ آآ اوف تي تعال حل فوق احسن هنا كده يبقى فراقها مسين مدين الفانكشن مساح الكلام ده ادي الفانكشن آآ اوف تي يبقى آآ كيو اوف تي بتساوي آآ تكامل من سف اللتيه اي اوف تي هنا بعشرين جوزين عشرة تي زائد باي على الستة والوحدة مايكرو امبير تمام آآ دي تي زائد كيو اوف زيرو كيو اوف زيرو باتنين مايكرو تمام يبقى زائد اتنين والوحدة في الاخرى تبقى مايكرو آآ مايكرو تمام مايكرو كولوم طبعا طيب يبقى ده آآ ممكن نخرج العشرين دي برا لانها ثابت تمام وهنكامل الجزء ده طيب يبقى ده بيساوي العشرين ويه تكامل الجوزين بصين تكامل الجوزين بصين تمام او خلينا راجع لها كده على الحتة بتاعي التكامل دي انا عندي هنا جوزين عشرة تي زائد باي على الستة تكاملها هيبقى القاعدة بتقول الجوزين هتبقى صين تمام وهنقسم على مشتقط ما بداخل الجوزين مشتقط ما بداخل الجوزين اللي هي مشتقط العشرة تي هتبقى عشرة يعني مشتقط تكامل الكلام ده هنقسم على عشرة يعني واحد على عشرة في الجوزين هتبقى صين موجب صين وعشرة تي زائد باي على الستة تمام وحدود التكامل من سفر لتين طيب العشرة دي ممكن نخرجها برا التكامل تمام يبقى عشرين على عشرة فيها الاتنين فحنا ممكن نشيل دي كده من هنا ونكتب كان الى العشرة دي كام اتنين تمام وهنعوض بحدود التكامل يبقى اتنين في مرة نعوض بديها تبقى صين عشرة تي زائد باي على الستة زي ما هي ومرة نعوض بسفر يعني تبقى صين طبعا عشرة تي بسفر بسفر زائد باي على الستة هتبقى صين باي على الستة تمام? اه نمسح بس الكلام ده طيب احسب بقى صين باي على الستة دي على الالة بس خلي بالك لازم تكون الالة على وضع تمام? اه صين باي على الستة اللي هي نفسها او لو انت حولتها الديجري البي دي اللي هي مية وتمانين مية وتمانين على الستة يعني بتساوي تلاتين صين تلاتين احنا عارفين ان هو بنص تمام? يعني دي كده هتبقى بنص يعني عندي كده اتنين صين عشرة تي زائد باي على الستة واتنين في نص بواحد بقى ناقص واحد يبقى كده قيمة الكيو وفتي ومنساش ان هي الوحدة بالمايكرو كله تمام? طيب طيب برضو احنا في حاجة كان فيه اتنين مجموعة هو من الاول كده اللي هي كانت مجموعة واحنا نسينا نضيفها يعني فيه اتنين موضفة هنا وفيه اتنين موضفة هنا بالتالي في اتنين كانت مجموعة على المقدار ده من الاول طبعا سلب واحد زائد اتنين يعني هتبقى المحصلة ان ده هيبقى واحد تمام? بعد كده زائد واحد مش سلب واحد تمام? طيب دي كده الاجابة بتاع رقم رقم آآ اخر واحدة اللي هي رقم دي. طيب ممكن نمسح رقم سي بقى عشان نكتبها انا طيب رقم دي الكيو هتساوي تكامل من سفر لتي تكامل الاي اوف تي والاي اوف تي بالفنكشن دي يعني عشرة اي اوف تلاتين تي سين اربعين تي تمام? دي تي زائد كيو اوف زيرو وكي اوف زيرو بزيرو فاحنا ممكن ما نكتبش الكيو اوف زيرو خلاص طيب دول كده آآ مدربون في بعض مبدأين كده العشرة دي ثابت ممكن اطلعها برا التكامل تمام? طيب التكامل ده مفروض بيتكامل بحاجة اسمها التكامل آآ تكامل بالتجزئة طبعا احنا انا مش آآ يعني ايه مش هنشرح التكامل ده بس احنا انا هكتب لك نتيجة التكامل على طولة طبعا انت ممكن تكاملها باي طريقة آآ بس لما تكمله مفروض ان هو هيديك آآ عشرة ايه استسالب تلاتين تي على تسعمية زائد الف وستمية تمام? مضروف فيه سالب تلاتين صين اربعين تي ناقص اربعين كوزين تي بدي كده هتبقى نتيجة التكامل يعني هتطلع معك بيه سالب اي والسالب تلاتين تي مضروف فيه انت واحد ستة جزين اربعين تي ناقص واحد اتنين صين اربعين تي طبعا الوحدة هتبقى كلهم تمام? طيب كده احنا خلصنا السؤال واحد بوين تلاتة اشتركوا في القناة